أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غاقلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خوفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم من لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خشير الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم ملا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاه المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تهنتهوا لأرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يجد للرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المقرمين وما أنزلنا على قومهم بعدهم من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صيحتهم واحدتهم فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلا ما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ثم يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت لأيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبذ الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشانوا نقوم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع الاحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أهديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم لا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن طعموا من لو يشاء الله ويطعمه إن أنتم من الله في ظلال مبين ويقولون متى هذا العدل إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون ترصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجزاء إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب جنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الألائك متفكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدد مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جب الله كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم لك كنتم تعدون إصلوا اليوم لما كنتم تكفرون اليوم نختم على أكواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد عجلهم لما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمثنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يسرون ولو نشاء لما سطناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله منكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان أيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالكون وذنلناها لهم فمنها رطوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشائب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يغل الإنسان وأبلا خلقناه من نطفة فإذا هو حصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي عميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأفضل نران فإذا أنتم منه توقضون أوليس الذي خلق السماوات والعظم قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا لا يقول له كون فاكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر